السؤال الثاني بيقول ايه؟ دلوقتي انا متجوزة بقالي سنتين ونص ولسه عارفة ان جوزي تجوز علي تجوز علي بعد جوازي بعد جوازي بسبعة شهر وانا لسه عارفة دلوقتي يعني هو متجوز عليها بقاله هو بيقول ايه؟ انا متجوزة بقالي سنتين ونص يبقى هو متجوز عليها بقاله سنة الا شهر سنتين الا شهر وانا لسه عارفة دلوقتي اتجوز واحدة عرفي وهي مدمنة مخدراته ومتبرجة ومشيها استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وحديك بتكلمها مش كويس خالص وهو قطع لورقتين بقى له شهرين وهي حامل في شهر وكام يوم هل الجواز ده حلال والطفل ده ابن حلال لا حاول ولا قوة تأليه بالله حديك بتسألي سؤاله هو المفروض يسأله مش انتي بيقول ايه مع العلم مع العلم بقى ان البنت دي هي اللي جات قالتلي هو ما قاليش وانا مش عارفة اعمل ايه يا سيدنا الشيخ بص يا ستي انا عايزة بس افهمك ان احنا كده بنتكلم في اتجاه مش هو المناسب انا مش شبه الاخلاق دي انا عندي انا عندي 21 سنة وملتزمة بفضل الله في الصلاة وقيام الليل والذكر وقراءة القرآن والحمد لله وانا عندي بنت ومش عايزة اتطلق عشان اتظلم وانا مش عارفة اعمل ايه ممكن حددك تدولني على الطريق المستقيم طيب يا ستي انا ايه اللي كان بيخليني وانا بقرأ السؤال مش مقادر استحمل لان في الحقيقة انت دخلت نفسك في اشياء وخليت ان القضية بتاع الجواز زوجك هي الست دي لا هي القضية انت وزوجك القضية هي انت وزوجك ايه حال معاملتكم مع بعض وكونوا تجوز بعد سبع تشهر بعد سبع تشهر ده معنى كده ان في خلافات او في شيء حدث في اول الجواز او ان هو تجوزك وكان مازال متعلق بهذه المرأة فالمسألة محتاج ان انت تعوضي مع زوجك تعوضي مع زوجك وتكلميه تكلميه ان واضح ان انت موجوعة مش الحل ان انت تتكلمي على اخلاق حد تاني خالص الحل ان انت تتكلمي جوزك كلام من القلب وتقولي له احنا لو كان في اي شيء بيننا وخلاف محتاجه يتحل تعالى نحله لو مش قادرين نحله نروح لأهلنا او نروح لخبير يعمل كده لكن ما ينفعش خالص ان انت تخلي قضيتك هي قضية الزوجة التانية اللي تجاوزها زوجك خالص امر التاني انت بتسأليني على الجواز العرفي ده او الجواز اللي حصل ده جواز حلال ولا حرام والولد ده ابن حلال طب السؤال ده مش حضايك اللي تسأليه السؤال ده تسأله مراته مراته التانية ويسأله هو وانا ما اقدرش اجاوب على حاجة ازا كده الا بالتفاصيل لازم افهم التفاصيل هم اتجاوزوا بأني شكل وأني طريقة عشان افهم هم اتجاوزوا ولا لا وهل هو فعلا اتجاوز عرفي ولا اتجاوز رسمي ومخبي عليك فلازم فيه شوية تفاصيل نعرفها فمشان نقدر نجاوبك على السؤال ده غير لما نعرف التفاصيل ده وخلي زوج حضايك اتصل به وانا اجاوبه على السؤال بكل اريحية انت بقى بتقولي مش عارفة تعملي ايه انا قلتلك اجليسي مع زوجك عندك ثلاث حاجات لازم تعمليها بشكل سريع اول حاجة تجليسي مع زوجك تاني حاجة والمهم ان انت ما تبتديش تنغاصي حياتك وحياته بلاش تعتبر ان طريق العلام ابتدى وان خلاص حياتك انتهت ايه وقت تعملي كده احنا عندنا اساس في الارشاد الزواجي بنقوله وفيما يتعلق بالتوافق الزواجي ان المشكلات الله خلق المشكلات عشان تحل باكثر من طريقة ففي حلول كتيرة بس انت تماسكي وحاول ان انت توصلي لحالة من حالات ان انت تكوني مريدة للحل لان انت بتقوله انها مش عايزة اتطلع يبقى ارادتك للحل ان انت تكوني انت وزوجك على قدر المسئولة وتكلميه تكلميه عن اثر هذه الحالة اللي انت فيها دي على حياتك على حياتك سواء على حياتك النفسية او على حياتك الاسرية وتقولي له ان ان انت متمسكة به تقولي له كده ان ان انت متمسكة به ده هيغير حاجات كتيرة في قلب ده بيهغير حاجات كتيرة في قلب الرجل لما تقولين ان انتم تمسكة به ده يلين قلبه لانه قاد يكون لجأ لانه يتجوز مرة تانية لانه حس انه مش بطلك حس ان انت مش حريصة عليه فده مسألة تانية انا بقولك انت لانك انت بسأناني ما تجيش تقوليني طب قوله حاجة هو لو سألنا انا هجاوبه حاجة التالتة اللي انت لازم تعمليها هو ان انت تدعي تدعي ان ربنا سبحانه وتكثر من الدعاء لان الوقت اللي انت فيه ده هو وقت تنزل الرحمات انت مش بتقولي كسر خطرك انا عند المنكسرة قلوبهم على طول ادعي ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من الركعات في كل سجدة من السجدات ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ويطيب خطرك تالت حاجات انا قلتهم لك اول حاجة لازم نوعد ونتكلم تاني حاجة اوأ تعتبري اللي اللي حصل ده نهاية العالم عشان ما تعمليش اشياء غير محسومة ولان فعلا ده مش نهاية العالم ده ربنا سبحانه وتعالى يزو واسع تالت حاجة ادعي كتير ديكي والزوجك والاولادك ان ربنا والابنتك اللي بنتك ان ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على اصولتك ويهمك الصواب ان شاء الله اشتركوا في القناة